أهلاً وسهلاً بكم عشاق لعبة قنشن أمك تم الإعلان عن تحديث 4.5 وأول مرة سوف يضاف بنر سداسي الشخصيات ويمكن أن تختار الشخصية التي تريد أن تحصل عليها سوف نقوم بشرح طريقة البنر يتكون البنر من ستة شخصيات هما يولامون البيدو كلي دي لاك جين ويوجد بالبنر أسلحة خمس نجوم مع الشخصيات سوف يكون نظام السحب بالبنر مثل بنر الأسلحة تقوم بتحديد الشخصية أو السلاح الذي تريده وتقوم بالسحب عليه يوجد نظام خمسون خمسون إذا خسرت سوف تحصل على شخصية من البنر وتحصل على نقطة اختيار مثال تريد شخصية مونا وخسرت راح يجيلك شخصية من سداسي البنر والمرة التالية لخسارة خمسون خمسون أكيد راح تكسب الشخصية التي تريدها وقمت بتحديدها مسبقا مئة بالمئة ولكن لو قمت بتغيير الشخصية سوف تعيد سحب البنر مرة أخرى من بداية خمسين خمسين وإذا تم إضافة شخصيات فالمستقبل ضمان مئة في المئة في حصولك على الشخصية سوف يتلغي ولكن اعتقد عدد سحباتك التي قمت بها لن تختفي وسوف تكون عملة السحب نفس العملات المستخدمة فاللعبة لن يتم إضافة عملة جديدة ما معناه لو خسرت مرة المرة القادمة أن الضامن اختيارك بنسبة مئة في المئة شكرا جزيلا لكم لا تنسى الاشتراك في القناة